موسيقى حسب طبعا الأزواء والمتوفر قادي شكل الفطيرة بتاعتنا حبيت ان انا وريكم من الداخل قد ايه مورقة الطبقات بتاعتها مفرغة دي برضو علشان خاطر الخليط بتاعت التوريق اللي هننفزه مع بعض يلا بينا ندخل ونشوف مع بعض الطريقة بسم الله اول حاجة عندي لفة من ورق الجلاش والخليط اللي حمسح بيه الطبقات عبارة عن 3 معالق كبار من الزبدة او السمنة وعليهم علبة زبادي صغيرة او يغرط حخلطهم كويس جدا لحد الخليط ما يمتزج مع بعض ويبقى سائل لحد ما اقدر ان انا افرده بالفرشة جبت 3 ورقات من الجلاش وحبط ان انا افرد عليهم وامسحهم بالفرشة الخليط اللي حضرناه مع بعض دي اول شكل من الفطير انا عملت الفطير بشكلين على حسب الاسهل ليكم تقدروا تنفزوه بامسح مسحة كويسة جدا وبعد كده حتني ورقة الجلاش وحبط ان انا امسح ورقة 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 وبعد بنفس الطريقة طبعا مسحة طبقات مهم جدا هو ده اللي بيخلي الجلاش من الداخل خفيف والطبقات بتاعته مورقة ومش مع الجنب بعض بعد السوا وبرضو بيحافظ على تراوط الفطيرة بعد ما نخلصها ممكن نستبدل الزبادي بشوية من اللبن الحليب السائع العادي بدرجة حرارة المطبخ ما يكونش صوحة بعد ما مسحت كل ورقة الجلاش بالشكل ده جبت في النص حطيت الحشوة بتاعتي زي ما احنا شايفين اللحمة متع الصجاة وبعد كده حضيف عليها شوية من الطماطم متقطعة مكعبات صغيرة وفلفل اغضر ممكن فلفل الوان فلفل حراء على حسب طبعا الازواء والمتوفر بعد كده زاتول حلقات اغضر اكيد ممكن اضافة الجبن بس انا ما حبيتش ان انا اضيف الجبن في الحشوة بتاعتنا النهاردة ممكن اي نوع جبن حبينه تضيفوه بعد كده قفلت عليها زي ما احنا شايفين طبقتها بباقي ورق الجلاش وحبدأ اتني الاحرف وكل مرة لما باتني الحرف بديها مسحة برضو بالفرشة بتساعد على ان الورق يتقفل على بعضه ومايفكش اهم حاجة ان الحشوة ما تخرجش مننا في السوا كده تمام اتقفلت الفطيرة لسه فيه خطوة واحدة بقي عليها وتكون خلاص خلصت اول فطيرة معي بجيب ورقة من الجلاش بفردها وبدخل فيها الفطيرة اللي سبق وحضرناه بالشكل ده وبقفل عليها الورقة دي اللي هتكون الكوفر الخارجي للفطيرة بتاعتنا زيادة تأكيد وامان ان هي تبقى متقفلة كويس جدا والحشوة برضو ابقى متأكدة انها مش هتخرج مني برضو بمسحها مسحة خفيفة جدا وبقفل الاطرف بتاعتها وده كان اول شكل من اشكال الفطير هنعمل شكل تاني ممكن يكون اسهل بكتير لو حد مش حابب او شايف ان الفطيرة الاولانية دي صعبة شوية في تحضرها جبت ورقتين من الجلاش طبعا كل ما بنكتر ورق الجلاش واحنا بنفرده ده علشان خاطر يبقى اقمن ان الفطيرة بتاعتنا تبقى متقفلة واقمن ان هو ما يخرجش منها الحشوة طبعا يعني ممكن تبقى ثلاث ورقات اربع ورقات المهم ان احنا بنمسحها كويس جدا بالفرشة علشان ما تبقاش مع الجنة وتديني التوريقة وتبقى خفيفة من الداخل في الطبقات بعد ما مسحتها بالفرشة ضفت الحشوة بتاعتي في النص بشكل طولي زي ما احنا شايفين اللحمة المفرومة وعليها الطماطم وبعد كده عليها الفلفل والزتون بعد كده قفلت عليها الناحيتين وحد ان انا اطبقها على شكل مستطيل وفي كل مرة بمسح مسحة بالفرشة وبعد كده بالفها بالشكل ده بقفل عليها ادي الشكل التاني من الفطير بتاعتنا كده خلاص خلصت كل الكمية بنفس الطريقة اشكال على الشكل المطبق اللي هو المستطيل ده واشكال على شكل مربع الفطيرة اللي احنا متعودين على شكلها جبت التصب تعتحطتها عالب وتجاز واول ما سخنت حطت فيها مسحة بالفرشة من الزيت وبعد كده ضفت فيها اول فطيرة اول ما تتشمع وتاخد لون بقلبها عن ناحية التانية مجرد ما الطاصة تسخن والزيت فيها يسخن ببدأ اهد النار بخليها على هادي علشان ما يتلسعش مني الجلاش بيتلسع بسرعة فما سيبهوش على نار عالية لازم اكون واخد بالي من النار تكون هادية او متوسطة بعد كده ألبت على الناحية التانية زي ما احنا شايفين وحبدأ اسويها بنفس الشكل من الناحيتين هبدأ احط الفطير الصغيرة ليه على شكل مستطيل برضو مسحة بالفرشة بالزيت وبعد كده بحط الفطيرة اول ما تتشمع بقلبها الناحية التانية وبسويها طبعا برضو على الجناب بوقفها على كل جنب اقل من دقيقة اقل من سوان الموضوع كله استود بسرعة لاني طبعا في الداخل الحشوة مستوية كمان اول ما بخرجها بحطها في طبق وبغطيها بفوتة علشان اخليها طبعا طرية ما تبقاش نشفة حبنا انها تبقى مقرمشة ما تغطوهاش لما تسووها شايفين شكلها قدي ايه يشاهي كمان لونها طبعا النار هادية النار لو عالية هيبقى شكلها اغمأ من كده او تتلسع مننا كمان طرية جدا لاني غطتها وكمان خليط بتاع التوريقة هو برضو اللي بيحافظ على انها تبقى طرية وتبقى نعمة جدا معانا في الاكل ايه دي الحشوة بتاعتها من الداخل تقدروا تحشوها اي حاجة تانية خليط من الجبن او لحوم تانية صدق او بسترمة ودي كانت وصفتي النهاردة كانت معاكنونا الحجيري صحتين وهنا علق لكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة